اهلا بحضراتكم الملوسات الغذاء اللي ممكن تسبب لنا مخاطر هي تنحصر في ثلاثة أنواع ببساطة شديدة جدا ملوسات فيزيائية ان حضرتك تلاقي في الأكل جسم غريب ما كانش ينبغي انه يبقى موجود وفي ملوسات كيميائية والملوسات الكيميائية دي قد يكون مصدرها استخدامنا للكيميكا عن طريق خطأ او مصدرها جاي اساسا في المادة الخام والنوع الثالث من المخاطر او الملوسات اسمه الملوسات البيولوجية وهي تلوس الغذاء بالانواع البكتيريا المختلفة او الفيروس او انواع الفطريات المختلفة او انواع الددان والطفائليات المختلفة ممكن تديني امثال على كل نوع يا دكتور المخاطر الفيزيائية شائع جدا ان ممكن واحنا بناكل رز مثلا نلاقي فيه زلطاية دي مثال لكلمة مخاطر فيزيائية وكتير جدا بنروح مطاعم او نشتري سندوتشات نلاقي فيها شعر ادمي دي مثال لكلمة مخاطر فيزيائية اما المخاطر الكيميائية بقايا المبيدات في القدر والفاكهة بقايا الادوية البيطرية في المنتجات الحيوانية دواجن او بيض او لحوم او اسماك وهكذا اما المخاطر البيولوجية انواع البكتيريا تكاد تكون بعشرات الالاف من الانواع اللي ممكن تلوس الاكل اكتر حاجة شائعة منها بكتيريا تسمى السلمونيلا وبكتيريا تسمى الشجلة وبكتيريا تسمى البروسيلا ازاي نمنع المخاطر دي او على قل نقلل منها بالنسبة للمخاطر الفيزيائية ينبغي على اهلنا وستات البيوت انهم الخامة المحتمل يكون فيها جسم غريب يتم تنقيتها جيدا زي الرز مثلا في احيانا في المطابق ستات البيوت بيشتغلوا بشعرهم مكشوف والشعر ده ممكن يصل الى الغذاء فنوصي انهم يلبسوا هيرنت اثناء الشغل في ستات ممكن يكونوا لابسين ديبلة او خاتم فممكن جزء من فص خاتم او حاجة يقع في الاكل فيفضل ان احنا يعني نأخذ الحذر والحيطة اثناء التعامل مع الغذاء لان ممكن اي جسم غريب زرار يقع في الاكل في حضرتك المقبض بتاع غطى الاواني بيبقى له مصمار شابك فيه ده ممكن يقع في الاكل فكل دي امثلة لمخاطر فيزيائية وننتبه ان احنا نمنعها بالنسبة للمخاطر او الملاوثات الكيميائية لو بنستخدم كيميكال ناخد الحذر ان ما فيش اكل مكشوف يعني ماينفعش مثلا ست البيت ترش بيروسول عشان النموس والدبان في المطبخ وفي اكل مكشوف ناخد بالنا من هذا الكلام عشان الكيميائيات ما توصلش للاكل بتاعنا ولو استخدمت كيميكال لازم تخسل ايديها جيدا يعني لا ينبغي انها ترجع تعاود العمل مع الغذاء دون غسيل الايدي جيدا المخاطر البيولوجية او المايكروبية امثل طريقة لها المعاملة الحرارية الجيدة بالنسبة للاكلات اللي مناصل حيواني يعني لو هنأكل لحوم نسويها كويس جدا على النار لو دواجن لو بيض نسوي كل الكلام ده كويس جدا على النار فالنار يعني امثل طريقة للقضاء على المايكروبات تغطية الرأس ولبس الجوانتي والحاجات زي اللي بنشوفها في المطاعم والفنادق لازم تنفذ كمان في البيت يعني ستة البيت تعمل كنا يعني يفضل انا باحلم بكده اشوف ستات البيوت حرصين على نفسهم وعلى اهلهم فيعرفوا انواع المخاطر بتيجي ازاي ونتخذ السبل التي تمنعها انا بشكرك دكتور اسامة على المعلومات القيامة دي بشكر دكتور اسامة المتخصص في جودة وسلامة الغذاء وبشكركم شكرا جزيلا الى اللقاء